في المقدمة كابتنة عاب بقول من 2016 عاب بقول 2016 عشان ده بداية توهج محمد صلاح معليه في الدول الإنجليزي لكن قابل كده محمد صلاح كان متواهج جدا مع برونتينة وروما وكل الفائل اللي قابلية بس على أقل من 2016 لحد هذه اللحظة في سبع سنين محمد صلاح ياخد مرتين فقط جهازة أفضل لها في أفريقيا ومحافظ أصلا على مستواته للوقت يعني حاجة غريبة جدا وبالضبط أنت بتتكلم النهار ده فيكتور أوسمان يعني إنجازاته كلها هو حصول نابولي على الدور الإيطالي بعد غياب 31 عاما ومحافظ ده بدور الإيطالي بقى بص هو مش تقليم من دور الإيطالي مش تقليم طبعا من اللي في القرار الأفريقاء في العالم يعني بس أرقام وإنجازات محمد صلاح من 2016 لحد وقتنا هذا محمد صلاح بيحطم الأرقام في الدور الإنجليزي أسطورة من أساطير ليفربول خلاص يعني محمد صلاح يستحق لو هتاخد بالمعايير دي مش هنتكلم على الإنجازات مع المنتخب لأن هي بالإنجازات مع المنتخب كانت طبيعي هتروح لحكيمة رجل وصل لقابل نهاية كاس العالم وراجل وقت دوري مع بريس جرمان فعمل إنجازات على المستوى الأندية ومع مستوى المنتخبات أو محرز حتى أنا بأتكلم في التلاتة اللي كانوا مرشحين في الآخر لكن هتروح لمن؟ لأشرف حكيم ده بالمعايير الطبيعية اللي لو هنتكلم اللي هي لكن محمد صلاح بالإنجازات الكبيرة اللي عملها لو هي بقى لما أنت خلاص بصيت لأسمن على المستوى الأندية بس أو المستوى الأندية فقط لما أنت خلاص يبقى بص لمحمد صلاح على الإنجازات الكبيرة اللي هو بيعملها الفردية الأرقام اللي بيحطمها صح كل موسم عنده أرقام كبيرة بيحطمها مع نفسه فأنا أعتقد أن نعرف على ذكر اللي قاله الكابتن كريم وبما إنه مفيش معايير فأنت في العيبة واخد بطولات وإنجازات وفي العيبة عاملة مستوى فردي رائع جدا في محمد صلاح مستوى فردي ففي الثلاثة وفي العيبة عاملة مستوى جماعي زي أسمن وحاكيم طيب لو على المستوى الجماعي فحط محرز وما تحط الصلاح شفت أنا بقولك إيه؟ ما تحط الصلاح لو على المستوى الفردي فصلاح يكسب كل دول يكسب كل الناس يكسب الوقت نفس المنطقة أنت خدت دلوقتي ياسين بونو هو الحارس الأفضل في التشكيلة المثالية حطيت قنانا ده منتد أنت عملت إيه؟ ما أنت عارف اللي أنا أحمد يبقى كمان مارس الكولر أنت حاد عبدالحق بنشيحة بنشيخة في المرشحين لأفضل مدرب وشحات مارس الكولر في المقابل أنت مشحات اتحاد العاصمة كأفضل نادي وحوات النادي الأهلي حطت النادي إزاي بقى؟ فاللوى إزاي بقى يشرحه ترجيب لأي حاجة ساديو مانيه ملعبش السنة اللي فاتت يعني ابنو سنة عشان بردو بدايته مع السنغال يعني كنا عامل شغل المثال بس كان في باييرم بس محتاجة توضيح للمعايير اللي بيتم اختيار عليها مين اللي بيختار أصلا؟ هل في لجنة معينة في الكاف بتختار الكلام ده؟ مين هما؟ لأن الكاف عنده كتير وعنده في لعيبة وأساطير كبيرة جدا ممكن يشكل منها لجنة بتقيم أخذ لي معاييرها عرافة؟ أنا ممكن أشكل لجنة أنا أشكل لجنة وإحنا عاديني الوقت هدى رجبة على سام والإدتوهات على بوتريكا يعني التلاث الدهول هم أكيد عندهم لجان وبيعملوا كده ماشي بس حتى لو عندك لجان معاييرها إيه؟ معاييرها إيه بس هم بمختارهم لا مفيش ما خلي بالك هم بيدفاعوا الضريبة دلوقتي احنا عاديم بنتكلم والعالم كله أصلا مش حسس بالجوايز دي خالص ما فيش لعبة راحت ها فيكتور قصمم بس فأنت بتتفعي الضريبة عندك رياض محبز وعندك أشرف حكيمي وعندك صلاح وعندك كل النجوم دي والسنة الجاية هتلاقي الموضوع الأسوأ إلا إذا زي ما أنت بتتكلم كده كريم نازم يحط قصص ومعايير بناءنا عن إحنا بنختار واحد اتنين ثلاثة